قبل أيام نظم السلفيون في الشيخ زويد مؤتمرا يدعو إلى أمرين إدانة الهجمات ضد القوات المصرية وتحذير السلطات من اللجوء للاعتقال العشوائي أولا نعتقد عقيدة نتقرب بها إلى الله جل وعلا بحرمة الدماء والأموال والأعراض المعصومة ثانيا أن يؤخذ في الاعتبار عادات الناس وتقاليد الناس ولا أخذ الناس بالتهم الجزاف ولا أخذ الناس بالشبهات وتوسيع دائرة الشبهات وكأننا ما زلنا في قانون الطوارئ البغير جاء هذا المؤتمر بعد يوم واحد من حملة اعتقالات طالت عدة أشخاص من مدينة الشيخ زويد من بينهم طلعت جمعة صاحب هذا المنزل هم أجوا الفجر علينا جوزي صال الفجر في المسجد وأجوا وفتحوا علينا الباب من غير حتى ما يخبطوا كالباب مرضود إحنا متعجر نط باب من أحد يش يدخل علينا ففتحوا الباب لقينا كلاب على روسوس ولقينا الحكومة دخل وما أحد يش حتى قال يا شيخ ولا وإحنا نيمين حتى لو لو أحد مكشوف ما فيش حتى استئزان هل كان الرجل على علاقة بعناصر جهادية كما تقول أجهزة الأمن أم أنه اعتقل فقط لأن هذه الأجهزة تعتمد على ملفات أمن الدولة القديمة التي كانت تشتبه في كل من هو إسلامي كما تقول عائلته بعد أيام من هذا اللقاء تم عرض جمعة ومن معه على النيابة والتي يبدو أنها لم تر فيهم خطرا يستدع احتجازهم فأمرت بإخلاء سبيلهم مقابل كفالة لكن بعد ثلاثة أيام من قرار النيابة أبلغتني أسرة جمعة أنه لا يزال محتجزا في مديرية الأمن اتصلنا بأحد المسؤولين هناك فنفى ذلك وأكد أنه تم الإفراف عنه وحتى اللحظة لا يزال مصير جمعة غامضا بين هاتين الروايتين المتضاربتين في كل الأحوال سيكون من الصعب على السلطات المصرية أن تنجح في مهمتها دون تعاون أهل المنطقة ورغم أن هناك من يعتقد أن القبائل يمكن أن تقوم بدور أكبر للفظ العناصر المطلوبة من مناطق نفوذها إلا أن الأمر قد لا يكون سهلا يقول أحد وجهاء قبيلة السواركة التي هي من أهم قبائل سيناء البدو كان لا يملكوا حولا ولا قوة يعني مش هيقدروا فرادة يوقفوا ضد الناس دي هما ما اللي عندهم أنهم أخطروا به المسؤولين لأن البدو مش فيدهم لا قيادة ما فيش فيدهم شرطة ما فيش فيدهم جيش ما فيش فيدهم بشكل مباشر وأصل علينا معنويا أن في ناس أصل علينا معنويا أن في ناس إحنا غير راضين عنهم ومش قدرين نعمل لهم حاجة لكن هما خوفا من قبائلنا ما كانوا مش بقدروا يتعرضوا لنا بالشكل مباشر خوفا من إثارة القبيلة عليهم ما كانتش بيقدروا يعمل معاك مشكلة مباشرة لكن الرجل سرعان ما أصبح دليلا على سقوط هذه المعادلة بعد يومين من تسجيل هذا اللقاء كان الشيخ عائدا من اجتماع مع وجهاء قبيلته لحثهم على التعاون مع السلطات المصرية وفي طريق عودته أطلق مسلحون النار على سيارته فأردوه قتلا خلداز العرب بي بي سي من شمال سيناء